هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة سعود حفظه الله كلمة إلى المواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1439 للهجرة وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات في المملكة العربية السعودية إخوان المسلمين في أرجاء المعمورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جوار بيت الله الحرام أهنئكم بعيد الفطر المبارك فالحمد لله أن بلغنا شهر رمضان ومن علينا بإكمال صيامه وقيامه ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال أيها الإخوة جعل الله هذا العيد إعلانا للسعادة والبهجة بعد إتمام العبادة تتجسد فيه معاني التواصل والتلاحم والتعاطف وتعلو قيم التسامح والتكافل أسأل الله العزيز القدير أن يجعله عيد فرحة وسرور لكل المسلمين وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات وهي مجتمعة على كلمة سواء متبعة لكتابه المبين وهدي رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إخوان المسلمين نحمد الله الذي أكرمنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خدمة نتشرف بها في كل زمان ومكان ونبدل في سبيلها الغالي والنفيس كما نحمد الله جل وعلا أن وفقنا لمواصلة نحج المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله تراه ومن بعده أبناؤه ملوك هذه البلاد المباركة بالتمسك بشريعة الإسلام السمحة والسعي في لم شمل الأمة الإسلامية ونبد التطرف والتشدد إخواني وأخواتي نشكر المولى عز وجل على ما من به علينا من نعم ظاهرة وباطنة ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويأخذ بأيدينا لما فيه الخير والسداد ويحفظنا والعالم أجمع من كل سوء وأن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا فداعا لدينهم ووطنهم ويرحم جميع أموات المسلمين إنه سميع مجيب وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذه المناسبة يسر وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها أن ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أسعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى المواطنين والمواطنات وأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الكريمة وتسأل الله عز وجل أن يمنى على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وقيادتها ومواطنيها والأمتين الإسلامية والعربية وقد تحقق للجميع كل ما يتطلعون إليه من آمال وأمنيات في المزيد من الرخاء والأمن والاستقرار كل عام وأنتم بخير ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته اشتركوا في القناة